اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل لأول مرة الكلام والوعود والمناشدات المتعلقة بالنظر في ملفات بعض الشباب المحبوسين على ذمة القضايا تتحول إلى تفعيل وتنفيذ رسمي أنا قلت لحضراتكم في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب اللي عقد في شهرم الشيخ الأسبوع الماضي أنه هذه المرة الأولى اللي يترجم فيها مناشدات الرئيس إلى قرارات وتفعيل كنا بقى أكثر من سنة ونصف الرئيس بيطالب السيد النائب العام ببحث ملفات الشباب والنظر في أوضاع هؤلاء الشباب اللي منها أوضاع صحية واللي منها أوضاع تستحق الرأفة والتعامل بروح القانون قبل القانون وللأسف الشديد كان فيه نوع من التباطل لكن أن يتحول الأمر من مناشدة إلى قرار رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الوطني للشباب بتشكيل لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية هدفها هو النظر في هذه الملفات وأخيرا كمان بقى عندنا جدول زمني الرئيس وضع صقف 15 يوم لهذه اللجنة كي تعمل ثم ترفع تقريرها إلى السيد رئيس الجمهورية ويكون هذا العمل بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو اللجنة المشكلة النائب الأستاذ طريق الخولي معي على الهواء مساء النور حالك متفق معي أنه ده الأول مرة يبقى فيه إرادة سياسية جادة أن تتحول الأمر من مراشدات وتوصيات ونداءات إلى قرار يمكن بالتأكيد هي جادة في إخراج أي حد ممكن يكون تعرض لظلم أو أي حد محتجز على زمة قضايا متعلقة بخارق السلمي لقالون التظاهر ولكن كان فيه قبل كده أكتر من مرة عمليات عفو رئاسي صدرت من رئيس الجمهورية في مراحل متعاقبة لكن في اعتقادي أن الإرادة السياسية الآن بتتجه نحو عدم وجود حتى حالة واحدة بتتعرض لأي ظلمة أو اخترقت قانون التظاهر بشكل سلمي وده يمكن في اتجاه القيادة السياسية بأن احنا نمنح الشباب فرصة في إعادة النظر للأمور وأنه فيه شباب كتير ما يدعشوا مستقبلهم يعني بعض الحالات بتجنى من وقت إعلان اللجنة شباب يعني بيتعرضوا ليه يعني أحكام هتكون كبيرة وهم في تانية طب وفي تالتة هندسة يعني فمحتاجين أنه الشباب دول يكون عندهم فرصة أخرى في العودة للحياة لأنه صعب قوي أن نقول شباب في هذا السن الصغيرة وبالإضافة ليه أنهم شباب جامعيين أنهم يواجهوا أحكام بالسجن للفترات قد تكون طويلة ويضيع معهم مستقبلهم مش بس كده وهيخرج عنصر يعني رافض للمجتمع وعنصر ناقم عليه وبالتالي ده شيء في منتهى الخطورة وأعتقد أنه كان من الحكمة الشديدة هروج هذا القرار ويمكن يعني الناس بتسأل طب القرار ده أي حاجة بنعوز نمويتها في البلد بنعمل لها لجنة لا اللجنة محتوط لها سقف زمني زي محركتها فضلت وده اللي بيحط التزام على أنهنا نخرج في المعاد المزبوط بقوائم لا أنت عارف السطرة وأنت عايش معنا في البلد دي بيبان بالبلد دي كده بتشم ريحة القرار اللي أنت عايز تسقعه وتجمده وتروح في سكة اللي لوح ما رجعش ويبان القرار اللي هيتنفس بالزبط والريس بيقوله في المؤتمر بتاعيوم الخميس اللي فات كان باين أنه الموضوع جد وبجد بعد أسبوعين حنلاقي قوائم ونتائج وشغل محترم إن شاء الله وإحنا ملتزمين بالجدول الزمني ده وملتزمين بأنه نخرج بي ونقوم بجهد كبير نقدر من خلاله أنه نبحث ونوصل لأي شاب ممكن يكون متعرض لظلمة أو انت قلت لي أنه القصة فيما يتعلق بيه خرق قانون التضار هل هو ده المحور الرئيسي لعمل اللجنة يعني كل من خرق قانون التظاهر ولا أنت بتتكلم على فئة الشباب المحبوسين على زمة القضايا بصفة عام لا إحنا أولا بنكلم على الشباب الذين لم يصدر ضدهم أحكام بالفعل وده وفق القرار الرئاسي بأنه الشباب اللي موجودين على زمة قضايا سواء كان في الحبس الاحتياطي أو في التحقيقات وده اللي إحنا هنستهدفه الحاجة الثانية اللي مركزين عليها أنه إحنا يعني أي حد ارتكب فعلي غير سلمي وخرج عن نهج السلمية إحنا يعني ده مش من مستهدفاتنا إحنا مركزين مع نهج غير سلمي يستطرق بيتكلم عن اللي ارتكب عنف بالزبط أي حد ارتكب عنف إحنا يعني لن ننظر عمره ملناش علاقة به عنا نتكلم على اللي ممكن يكون اخترق قانون التظاهر بشكل سلمي أو فقم زايد يعني خليني برضو أوصل معاك في الخط اللي استقمته هتلاقي بعض الأسر دلوقتي اللي ولدها ولازم نتعطف مع هذه الأسر يعني حيقول لك ما أنا ابني متهم آه فضية عنف بس اتخذ عطل ببطل آه ممكن يكون التهمة الموجهة إليه حرق كذا أو التحريض على قتل كذا أو كذا بس نتعرف حضلك في النهاية النيابة والشرطة مع كابل احترام لجهدهم بس بيبقى فيه جزء ها مش خطأ يعني فلما أم تقول لك أنا ابني فيقوله طب وكذا ومتهم بأن هو اشترك في حرق مثلا المجمع العلمي أو أي كان كذا بس هو اتخذ غلط وتعاليه حققه بجد هتكشفه أنه هو مظلوم هنا ما تدرش تستبعده مش هنستبعده لكن هندرس حالته وده الفكرة في أن احنا اللي بنقولها المارس مجهود في ايه احنا مش هنجمع قائم وخلاص احنا هنبحث كل حالة وهنتواصل مع وزارة الداخلية في هذا الشأن مع أي جهة ممكن يكون عندها معلومات مع المجلس قابل من حقوق الإنسان مع لجمة حقوق الإنسان في البرلمان كل دي جهات هنتواصل معاها عشان ناخد الممكن يبقى عندهم داتا نرجع الوزارة الداخلية في بعض الحالات اللي هيبقى عندنا حالة الريبة دي بالنسبة لهم فالفكرة ان احنا نتحقق كمان من هذه الأسماء قبل عرضها للسيد الرئيس بس التحقق ده في سبيل ان احنا ما يكونش حد ارتكب جريمة فعلا وهنكون سبب في خروجه ولا حد يكون مظلوم وموجود خلف القطبان طيب علشان التحقق ده احسن معلش ان اسئلتي يعني دقيقة شوية في بعض التفاصيل انا عارف انها ممكن تعمل مشكلة قدام الكلام الحاجة بتقوله ده عشان نبقى ممعينين في الدقة والتحري وانه فعلا قدر امكان تحاول وتعيدوا الحقوق لأصحابها انا رأيي الحقيقة انه العدد قليل عددكم قليل يعني الجهد المطلوب منكم جهد جبار وفي وقت قياسي قصير 15 يوم انتو خمس اعضاء مش كده مزبوط من رئيس اللجنة وعضاء اللجنة خمسة وبالمناسبة اقول لحضراتكم التشكيل الدكتور اسامر غزالي حرب رئيس اللجنة التشكيل بقى مع حفظ الالقاء لهم جميعا نشو الحوفي محمد عبدالعزيز طريق الخولي كريم الساعة مزبوط فخمس اشخاص مطلوب منهم دراسة ايه الاف الملفات بالتأكيد بس يعني لو بصنا على باقي القرار هنجد انه ده بالتنصيق مع لجمة حقوق الانسان في البرلمان تمام واعتقد انه ده مهم والمجلس قومي الحقوق الانسان كمان والمجلس قومي الحقوق الانسان عندها قريدي ملفات جهزة بالزبط بالزبط في ملفات فعلا جهزة واحنا زي ما بقول هنجد مساندة من لجمة حقوق الانسان في البرلمان هنجد مساندة من مجلس قومي الحقوق الانسان ايضا هنجد يعني تواصل وتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن بحيث ان احنا نقدر ننجز في اسرع وقت ونقدر من خلال وحركة محقة طبعا العدد قليل لكن احنا هنمارس كل مجهود لدينا عشان نقدر نحنا ننتهي من المهمة المنوط بنا القيام بها خلال الفترة المحددة انا في رأي الحقيقة عشان تعملوا ده وانا متأكد من نواياك والصادقة مش بس تنفيذا لقرارة الجمهورية لا كمان نوع من انواع التعاطف الشخص يعني ان انت تبقى سبب في خروج الاف الشباب وإعادة فرصة الحياة لهم من جديد اول واحد لو خد دعوة واحدة من ام يعني كفاية صحيح الالية ازاي انا في رأي ان انتو مش محتاجين تناموا 15 يوم هتجتمعوا فيه قليل اجتماع فيه مقر تم تحديده ليكو هتشتغلوا قد ايه ولا كل واحد يشتغلوا من منازلهم ثم يبقى فيه اجتماع اسبوعي الشكل بعمل ازاي لا لسه بنحدده يمكن نهاردة احنا مع بعض على التلفونات واعتقد انه قد نجتمع غدا يعني لسه بنحدد معادة الاجتماع الاول والاجتماع ده هيكون اجتماع تنظيمي هنحدد فيه كل هذه الامور بالاضافة لقالية التواصل تكون سهلة انه اي حد عايز يبلغ عن اي حالة يمكن يقدر بشكل سهل انه يوصل لنا ويقدر يبعث اي بيانات متعلقة بأي حالة هل من حقوقه انا ياسف هل من حقوقه الاستعانة بمعاونين يعني توظيف بعض السكرتاريا بعض القائمين على تلقي الاتصالات كذا على شف النهاية برضو التخصص وتفريغ العمل العمر ده هندرسه بكرة ممكن اعتمد على اي جهة من الجهات انا مش عايزين نجيب موظفين تاني موظفين كتير لكن عندنا موظفين الموجودين في لجنة حقوق الانسان او في المجلس القومي لحقوق الانسان قد نعتمد على حده لسه ده هنحدده بكرة يعني بكرة هو الاجتماع التنظيمي الاول اه بس هو لسه قيد التأكيد يعني تمام تمام بس انتم محتاجين اول اجتماع تنظيمي يضعي الاليات كلها بتاعة العمل طيب الفكرة كمان متعلقة بمسألة النواحي الصحية يعني في بعض الشباب اللي محبوسين على ذمة القضايا هنا بقى سواء كان عنف او خرق تظاهر او ايان كانت التهمة بس عندهم بعض المشاكل الصحية هل البعد الصحي هو معيار عام ولا برضو هيبقى له اعتبارات ده هنقشه واعتقد انه ده ممكن اذا حد ارتكب كلمة عنفه وعنده ظروف مرضية معينة انه ده نفصله في كشف لوحده ويعرض الامر على رئيس الجمهورية وفي اعتقادي انه ده هيكون في اطار المناقشة عشان نقدر نوصل لقرار فيه احنا شوفنا انه كان فيه حالة اعتقد مؤخرا كالمصاب بالسرطان وتم الافراج عنه فيعني ده متهيئة للنقيد الدراسة هندرسه بشكل جيد عشان نوصل لقرار فيه طيب نفترض جدلا خلصنا الخمستاشر يوم على خير وانجزتوا مهمتكم لانا شاف انها يعني ربنا يعينكم عليها مهمة ثقيلة جدا ورفعته توصيات وتقرير نهائي للسيد رئيس الجمهورية بعدد معين الف الفين تلات تلاف شاب شايفين انه دول يتوفر فيهم الشروط التي تستحق العفو او النظر الرئاسي هنا ايه الالية اللي حيتخذها رئيس الجمهورية في فكرة العفو لانه انا معلوباتي القانونية المتواضعة يعني ولو انت عندك معلومة اخرى صح حالي انه العفو الرئاسي سلطات رئيس الجمهورية وافق عن الدستور للمحكوم عليهم للصادر بحقهم احكام اما المنظور لهم التحقيقات في النيابة او المحبوسين احتياطيا فمش من حق رئيس الجمهورية العفو عنه نعم كلام ده صحيح بس هناك فرق بين نوعين من العفو العفو عن العقوبة وده اللي احنا بصدده اللي حريك بتشرحه والعفو الشامل والعفو الشامل بيخرج بقرار من البرلمان يعني بعد ما هنجمع هذه الاسماء ويورد الأمر على رئيس الجمهورية هيحيله للبرلمان عشان نخرج الاسماء دي بعفو شامل بقرار من البرلمان اه فهنا هيستخدم البرلمان كالية علشان نخرج من فكرة او شبكة عدم الدستورية بالزبط فبيخرج بقانون من البرلمان العفو الشامل متضمن الاسماء اللي هيتم العفو عنه تمام هل ممكن بس ما اعتقدش ان الريس بيحب الحكاية دي هل ممكن تطلبوا مد المدة مد المهلة اصلا عايف ان الريس ما بيحباش عملها بقرار سويس هتبقى صعب هلولوا مش عارفين لهم لو تزناءنا قوي يعني هنحاول بس هنحاول نلتزم هتحاولوا تلتزم ان شاء الله طيب هل عندكو قوائم مبدئية ولا انتو لسه هتبتلوا من الصفر يعني هل هتحاولوا تختصروا الوقت فهتستخدموا قوائم مبدئية موجودة في مكتب النائب العام او عند لجنة حول الإنسان في المجلس النواب لا طبعا احنا هتوصل مع كل الجهات دي وهناخد كل القائم اللي موجود عندهم واحنا فعليا كل واحد فينا جالوا اسماء كتير جدا ويعني من ساعة ما الامر اعلن والاف التليفونات بتنهال علينا لبعض الحالات فبالتأكيد اللي احنا هيوصل لنا بشكل مباشر او اللي احنا هنجمعه من كل الجهات وهنبدأ بقى نجمع الاول ثم هنبدأ عملية فحص بالاضافة للقالية اللي قلتها هارك عليها في ان احنا نشوف قالية للتواصل سهلة يقدر من خلال اي حد يبلغ عنها وده لو اجتماعته بكرة في الاجتماع التنظيمي الاول هتعلنوا عنه ان شاء الله مقركوا فين قلية التواصل معاكو ازاي لو فيه امهات واباء عندهم شكوى بالنسبة لأولادهم يتواصلوا معاكو ازاي وكل الاجتماعات التنظيمية ان شاء الله ممتاز طيب خلينا نقفل هذا الملف ونفتح ملف تاني ومن النهاردة ثلاث ملفات على رزق الملف التاني ملف البرلمان ومنقصين يعني الهوجة اللي حصلت مبارح فيما يتعلق بعلقة البرلمان والحكومة والجدل اللي حصل مع رئيس الوزراء وخليني اقولك وانتعرفين مبارح يعني لحرككم تابعين انه حصل نوع من الشد والجذب وكان فيه المفروض حضور لرئيس الوزراء في البرلمان عشان يتكلم عن موضوع السيول وادارة ازمة السيول بالنسبة للحكومة فاعتذر رئيس الوزراء فهاجى البرلمان ويبترى يبقى فيه كلام عن سحب الثقة وطرح الثقة تاني في الحكومة وكلام ما الى ذلك وكان فيه بعض تصريحات ساخنة جدا على لسان بعض الاعضاء في فكرة اسقاط الحكومة وان حكومة لا تصلح وكذا هنا السؤالة والستاري متعلق بالمنهجية اللي بيشتغل بها البرلمان لانه الناس في الشارع عمبارح والنهاردة قالوا ايه قالك يعني البرلمان كان ساكت على الحكومة خلال الشهور اللي فاتت بل بالعكس من كم شهر اديته تجديد للثقة لما الحكومة قدمت برنامجها رغم ان الاوضاع سيئة وقزمة سكر وقزمة سلع وقزمة مش عارف ايه وقزمة ايه وقزمة دولار وقزمة كذا وكنتوا ساكتين اتنحررتوا قوي بس عشان كرامتكم عشان الرئيس الوزنة اددكم ممبا في الاجتماع فقلتوا لا نحكومة فشلة وكذا فأنتم بتتعاملوا بمنطق الكرامة ولا بمنطق الاداء لا يمكن البرلمان قول انها حلوة لا يا حلوة طب يمكن البرلمان محدود بين نارين ناري الاولى وهو انه البرلمان على احتكاك قوي جدا بالشارع وانه كل نائب بعد ما بيخلص جلساته هو بيعود لديرته وبيحتك بالناس والناس يعني كان فيه حد بيستخدم كده الناس كح اطراب يعني الناس تعبت من الاسعار وتعبت من المعيشة بقت غالية جدا وبقت ضغطة بشكل كبير وغير مصمو ويمكن حتى اذا تحدثنا عن اسباب الازمات هو في النهاية المواطن البسيط هو عايزيش طبيعي وحقه فهنا البرلمان بين نار انه يعبر عن هذه الارادة ويعبر عن هذه الاوجاع وده دوره وبين انه مش عايز يعرق الحكومة في القدرة على الحل في اي امر تمام وانه عايز اديها مساحات انه اشتغلي وانه احنا وانه حقيقة الامر انه فيه ظروف برا قدرة الحكومة على فيه ناس بعض الحلوة اللي هي بتحب تضرب الاسفين بتشتغل على انه البرلمان والحكومة حاجة واحدة وانه الاتنين متفقين على الناس وحاجات من هذا والحقيقة انه ده خطاب بيمارسه قد يكون ناس عايزة تؤجج الوضع او انها هتشككنا كلنا ببعض الكلام ده غير صحيح البرلمان الحكومة مش هي الانتخابته كل واحد فينا الناس هي الانتخابته وبالتالي مرجعيته هو الناس لانه الحكومة مش هتنفعه في حاجة ولا هتفيده في حاجة كنائب يعني فالمنطق بيقول ده لكن في نفس الوقت انا عايزة اسيب للحكومة كامل المساحية انها تؤدي وانها تعمل لان انا وقت ما اسحب منها الثقة يبقى عندي حق وقتها ووقتها ما يكونش انا عرقلتها ولا كنت سبب من اسباب انها ما تؤديش على القدر الكافي او ان انا اديها الفرصة كاملة ودي وجهة النظر الاخرى اللي موجود احنا في مرحلة و احنا قلنا الكلام ده لما منحنا هذه الحكومة الثقة احنا ما بديش حد شيك على بيض وهذا الكلام انتهى خلاص ما عادش موجود ولا ينفع ان يكون موجود لكن احنا بنيدي الحكومة فرصة كاملة انها تؤدي وانها تحاول تواجه الازمات اللي احنا بنواجهها جزء منها كبير ازمات متصدرات لنا ازمات مفتعلة الغرض منها هو تركيع الدولة المصرية في شكل عام وعقبتها على اللي حصل في 30 يونيو فكرة انها الدولة المصرية تتخلى عن موضوع الاستقلال القرار الوطني اللي هي طالعة فيه ده يعني امور كتيرة كده فيها محاولات اخضاع مصرية ده جزء اساسي موجود لكن ما يمنعشوا ان هناك اخطاء حكومية كبيرة ده موجود لكن ما بنخفلش الجانب الاخر وبالتالي الامر محتاج جانب من التعقل دعو انا عجبني انا عجباني السياغة اللي انت قلتها في فكرة انه احنا مش مديين كرت او شيك على بياض للحكومة وفي نفس الوقت مش لها على واحدة يعني مش عايزين نعمل بطل من ورق عالفاضي وفي النهاية الدولة تدفع قصة يا مش في مراحل المرحلة اسهل حاجة ان الواحد يعمل بطل واسهل حاجة ان الواحد يعارض كل شيء ده امر سهل مش قصر لكن احنا بصين على البلد البلد اللي هي على المحك ومحتاج مننا كلنا تعقل في كل حركة وفي كل قول وفي كل فعل طيب اخيرا ملف التالت ملف البلدعي دكتور البلدعي ومش عارف النهاردة تبعته البيان المطول وده على عكس طريقة البلدعي البلدعي طول الوقت انهم سميعوا صفورة تويتر المغردة اربع كلمات خمس كلمات على تويتر اي نعم فيهم السم من وجهة نظري يعني لكن كان طول الوقت ايه مقلة ودل لكن دلوقتي منزل البيان من اربع صفحات طول الوقت بيعمل فيه من وجهة نظر وكشف حساب على المرحلة التي كان فيها نائما يعني انا في رأيي وفقا المعلومات اللي عندي وحركت اؤكدها لي ان في بعض المغالطات يعني الدكتور البلدعي كان بيتكلم على انه وقت ما كان فيه اجتماع القوى الوطنية بعد 30 يونيو هو بيقول او بيقسم انه ما كانش يعرف ان محمد مرسي كان قيد الاحتجاز ثم النقطة التانية انه ما كانش عنده اي فكرة عن نية الدولة في فضل اعتصام بتاع الربعة والنهضة بالقوة وانه فوجئ بهم مع قناعاته مما اضطره الى الانسحاب مش عارف اذا كان دكتور محمد البردعي عايز يعمل مصلحة مع الاخوان مصلحة شخصية ممكن يكون عايز يعمل مصلحة اعتقد هي محاولات لرسم او لتأكيد مغالطات تاريخية بشكل واضح يمكن هو بيحاول يبرر الفاجعة اللي خرجت منه لما استقال وزبطنا بيموتوا على الارض في فضل اعتصام ربعة والنهضة واستقال بشكل مغزي وقضى به على اي حاجة ممكن تذكر له مصبور فبالتالي انه يعاد عرض الامور انا بتمنى انه يسكت لانه كفانة هذا الهراء يعني الموضوع انا اشكرك على دي لانه الحقيقة انا حاولت افكر في المقدمة وانا بتكلم السادة المشاهدين عن البيان وحاولت افكر قلتنهم سبكوا من التفاصيل يعني التفاصيل فيها حاجات ممكن نختلف فيها كواجهات نظر وفيها معلومات مغلوطة يعني التاريخ بيقول واحد تين ثلاثة مفعش تقول انت ثلاثة اثنين واحد لكن انا عايز اسألك عن وجهة نظرك في السبب او المبرر اللي من اجله البردعي ومقدم على كتابة هذا البيان انا فسرت انه فيه احتمالين احتمال اول انه محاولة للدخول تاني للمشهد ومحاولة تبرئة نفسه وتطهر امام الرأي العام خصوصا بعض الجماعات اللي هو بعمل اتصال معاهم او حتى القوة الغربية فمحاولة لدخول للمشهد تاني وانه عنده خطط ما ربما فاهم ان 11-11 ما ده هيحصل فيها يعني اللي هيحصل او انه رغبة في الانسحاب فقال لك انا تطهر تماما واقول شهدت للتاريخ علشان انسحب ومش عايز اخش تاني في وجع الدماء لا يعني مع وضوع الانسحاب ما هو منسحب هو بيعمل ايه ما فيش غيره بيكتب على تويتر لكن خلينا اقول لك انه انا في اعتقادي امرين الامر الاول انه بيحاول يدي عمليات دعم نفسي ومعناوي لجامعة الاخوان وللاطراف الاخرى اللي بتراهن على عودتهم او حاجات من هذا النوع الحاجة التانية انه بيحاول يخلق لنفسه دور مرة اخرى ويطهر نفسه من اي نظرة اخوانية له انه ليه دور معين في فضعة سام ربع و النهضة او فيما حدث منذ 3 يوليول او 30 يوليو حت صحيح اه اه فاعتقادي هي محاولات لتعزيز فكرة مظلومية الاخوان يمكن الاخوان اشتغلوا من بعد فضعة سام ربع و النهضة على انهم المظلومين المجروحين المتهدين ف كلامه دا بيجي نتسحت اول فكرة دي وماذا عليها وقت طويل يعني اعتقد انه حتى الغرب حتى الغرب تجاوز الفكرة دي ما بقاش يكلمنا فيها ساحنا عندنا حدث مقرب يعني بيرمز الأربع وحيد مش عارف والله الأربع وحيد فممكن يكون تعزيز للفكرة دي في الوقت الراهن رهان على أنه يحصل حاجة في 11-11 اللي هو أربع وحيد ما لوش أي تفسير آخر رابعة لأنه 25 يناير كان لها تفسير أنها كانت تتزامن مع عيد الشرط و30 يونيو كان لها تفسير أنها تتزامن مع تولي محمد مرسي الحكم نمع أربع وحيد دي يعني إحنا احترنا فيه يعني إيه 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 يعني إيه أربع وحيد محدش فاهم ولا واضح الجهات اللي دعية ليها ولا واضح أسباب للدعوة لكن هما بيستخدموا وده استراتيجية الإخوان اللي اتغيرت هما من بعد ما بدأوا عمليات نزول للشارع وتظاهرات لقوا أن الناس يعني غير متقبلاها غيروا استراتيجيتهم أنهم يشتغلوا على معاناة الناس وأنهم يحاولوا لا والحقيقة أنا عجبني جدا وعي الناس في الشارع يعني فيه ناس كثير في الشارع يطلع يقولك على موضوع أربع وحيد واللحداشر يقولك إحنا مش طيقين عشتنا وكذا بس عمرنا ما حنركب على جنة الإخوان يعني مش حنستخدم مش حنبقى أداة فأنا أعتقد أن الوعي المواطن المصري هو المعايير الأساسي شرفتنا يا سستار شكرا يا سستار شكرا جزيلا ودعواتي لكم بالتوفيق في المهمة التقيلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكر حضراتكم بخلصت حلقاتنا شوفكم بكرا على خير في الحياة اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا